الاثنى عشر وعند ذلك لابد أن نرجع إلى رسول الله مرة أخرى لنسأل يا رسول الله ما هي مواصفات هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر هنا يأتي هذا السؤال الأساسي والمركزي والذي لابد أن يلتفت إليه المشاهد الكريم أيعقل أن رسول الله بشكل متواتر وقطع يصدر منه أن خلفائي من بعد اثنى عشر ولا يبين من هم هؤلاء هذا معقول أساسي أي تصور أن رسول الله يقول الخلفاء من بعد اثنى عشر ولا يوجد أحد من الصحابة الذين كانوا يسألونه عن كل شيء لا يسأله يا رسول الله ومن هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر من بعدك واقعا هذه كانت لا تهم المسلمين جميعا ولا الصحابة ولا السابقين ولا المهاجر والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار لا يهتمون أن رسول الله يقول الخلفاء من بعد اثنى عشر ولا يأتي إليه أحد ليسأله يا رسول الله من هؤلاء الخلفاء الاثنى عشر من بعدك أيعقل هذا منطقيا أو لا يعقل سأل القرآن يقول سألوا سألوا مو فقط سألوا بل القرآن نهاهم في جملة من الموارد قال لا تسألوا عن أشياء تبدلكم تسؤكم هذا معناهم أنهم كانوا كثيروا ماذا؟ السؤال فهل يعقل أن رسول الله والحديث متواتر أيها المشاهد الكريم يعني ماذا؟ يعني رسول الله مو في مورد وموردين وخمسة وعشرة بل في عشرات الموارد وفي مختلف الأزمنة وفي مختلف الأمكنة وباختلاف صحابته رضوان الله عليهم كان يقول خلفائي من بعد ماذا؟ اثنى عشر ألا يوجد فيهم عاقل ألا يوجد فيهم من له غيرة على دين الله ليسأله يا رسول الله بل هؤلاء الذين أنت مرارا وتكرارا تؤكد ماذا؟ تؤكد أنه ماذا؟ أنهم اثنى عشر أحسنتم سوا هذه القضية التي لا بد أن نقف عليها إن شاء الله لاحقا لنرى أنهم الأصحاب سألوا أو لم يسألوا وإذا سألوا أن رسول الله أجاب أم لم يجب وإذا أجاب من هم هؤلاء الخلفاء الإذنى عشر هل معقول أذكر أن يزيد منهم؟ مثلا هل سيأتي إن شاء الله؟ هل يعقل أن يكون معاوية منهم؟ يزيد منهم كما يرى الشيخ بن تيمية؟ هل يعقل أن يكون عبد الملك بن مروان وأولاده وهؤلاء يكون منهم؟ أي يعقلوا هذا؟ بعد ذلك سيأتي وهم على شرط المهدي المنتظر بهذه الشروطة لا بد أن يخليفة الله وبعد ذلك خلفاء بعديهم بينت أساسا أذى عزة الإسلام بهم ولذا تجد أن الشيخ بن تيمية فيما سبق طبقها على من؟ قال هؤلاء عظماء كيزيد ومعاوية أحسن لأن الروايات بينت خصائص هؤلاء الإثنى عشر وهذا الذي لا بد أن نقف عنده وأنا أتصور الآن تسلسل البحث اتضح للمشاهد الكريم ترجمة نانسي قنقر